خبر اخر اتحاد الكرة تلقى رفضا من الاتحاد الافريقي كاف على طلب اقامة دورة برو او رخصة التدريب برو في مصر اسوة بالمغرب رفض من الكاف جه بداعي ان شروط اقامة دورة برو لازم يتضمن انه يمر على اقامة او اقامة دورة الرخصة ايه يعني لازم تخلص الاول الرخصة ايه وبعدها تلات سنين ويتم عمل دورات البرو وده اللي كان بيسعليه الكابتن علاء نبيل بس الكاف رفض وقال لهم استنوا تلات سنين عشان لسه احنا قريب عاملين الايه مش بس كويس اللي احنا بنتحرك في الكلام ده تخيلنا يا جماعة احنا في مصر هنا بنقعد نهزر وندحك على المدربين ونقول ما عندناش مدربين وما عندناش مدربين وما عندناش مدربين المدربين بتوعنا ما كنوش بقاف ياخدوا رخص عشان اتحاد الكرة المصري ما كانش بيفكر يعمل ده لرخصة ايه لحكا عندنا نينو بن جادة مدير الفني البرتغال اتحاد المصري لكرة القدم جيه اقعد له بتاع سنة وشوية ولا شفنا منه الهوى ولا البتنجان هو مدير فني الاتحاد المصري وخلاص تمام جيه بعد كده الكابتن جمال محمد عليه واعمل الرخصة ايه دلوقتي الكابتن علي نبيل بياسعى ليه الرخصة برو برو دي اعلى رخصة في العالم يعني للمدربين بالمناسبة اللي بياخد برو دي ينفع يشتغل في اي مكان في العالم رخصة برو دي ينفع يشتغل في اي مكان في العالم احنا مدربين ودي برضو نقطة انا فهمتها متاخر يعني كنت باسأل ليه مدربين مش موجودين في الوطن العربي كده كانوا منتشرين مدربين دول في الوطن العرب والدوريات الكبيرة في الوطن العرب مش اي دوري وخلاص عشان في بعض دوريات كده ايه بسيطة فيها بعض المدربين المصريين بس كانوا منتشرين وكانوا هم كبار المدربين في الوطن العربي قلت إيه اللي حصل فطلع إن فيه كثير من الدوريات العربية الكبيرة بقيت ترفض إن فيه مدربين يشتغلوا فيها إلا ما يكون معا الرخصة برو وأعلى رخصة تدريبية فطبعا إحنا ما عندناش عندناش الكلام ده يبقى مدرب كويس بكما وهوب يعني بس ما خدش الرخصة برو فما بيشتغلش في حت يشتغل فين يدرى وسطينة هنا عشان ما بنشترطش الكلام ده إن شاء الله في المستقبل إحنا كمان مهم إن إحنا نشترط بس لما المدربين يبدأوا ياخدوا الرخصة برو إن إحنا ما ينفعش حد يشتغل في الدولة المصري اللي واخد الرخصة برو سواء بقى مصري أو أجنبي بالمناسبة